إلى ميناء الجزائر الآن حيث هذا الأخير لازال يشهد شللا شبهتان بسبب استمرار إضراب عمال وقباطينة سفن الجر البواخر منذ أمس الاثنين إثر تقدمهم بمطالب نقابية على رأسها تنحية مندوبهم النقابي حسب ما علم لدى مديرية مؤسسة ميناء الجزائر ولمعرفة حيثية الموضوع وكذا الدعوة القضائية المرفوعة ضد العمال المضربين أجاب المكلف بالاتصال في الميناء تيميزيار عبد الرحمن قائلا في المكالمة الهاتفية ما يخص الإضراب لقموبيل قباطينة القطيرات لهم الكابيتان دوري ماركور مؤسسة ميناء الجزائر كما تعلمون بأنه هو إضراب غير شرعي بأنه يخص النقابة النقابة التي تبعها للجي تيال يونيون لوكان لنك مؤسسة ميناء الجزائر التي هي رهي في حقها وكي ينقوانين في هذه الدولة لازم ميناء الجزائر رفعت دعوة ضد هذا اللي يقاموا بالإضراب كي ينعود الرجع النشاط عادي في ميناء الجزائر في المقابل ومن أجل معرفة مطالب عمال وقباطينة سفن الجر بميناء الجزائر ومدة هذا الإضراب وكذا رد النقابة الوصية المنظوية تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائرين حاولنا الاتصال بالمعنيين لكن لم يكن هناك أي رد اشتركوا في القناة